الموضوع التاني برضو الموضوع المصير موضوع ان احنا دلوقتي بقينا برضو كل شوية نسمع عن اختفاء بنت الفترة اللي فيتت احنا كان عندنا تلاتة اختفاءات لبنات قصر والحمد لله اتنين رجعوا وواحدة طلعت بالفيديو ان هي اسلمت وبرضو انا مش عارفة موضوع لو هي 17 سنة المفوضة اسرتها زي ما انا قلت راشا لكن الجديد بقى وهو فعلا فوق الاحتمال انه نلاقي انه الاعلان عن تغيب فتاة ابطية من الصم والبقم بالبقم صم وبقم من منطقة العصفرة بالاسكندرية جيني عزيز مرزوق جيني عندها 21 سنة كانت الكاميرات رصدت انها دخلت الساعة 10 السبح اول امس الشارع اللي كان في وش كنيسة ماكسيموس وديماديوس في العصفة العصفرة في الاسكندرية ولما شافوا الكاميرات انها ما طلعتش من الشارع جيني صم وبقم ومش هتعرف تتكلم عشان حد ينجدها تكتب عن جيني انها بنت هدية طيبة جدا الحقيقة احنا كنا بنحاول برضو نتواصل طبعا كان فيه بجانب الصور اللي كان تم نشرع على مواقع التواصل الاجتماعي كان فيه ارقام وحاولنا برضو نتواصل مع اسرتها لكن الحقيقة قالوه ان هما على تواصل مع الامن وان هما هنشوف ان شاء الله وبنتمنى عودتها وبنصلي من اجل عودتها فاعتقد ان الملف ده برضو زي ما انتو شايفين كده ملف يعني وزي ما قلنا ان اللي بيعلنوا قليلين واللي ما بيعلنوش كتير جدا يعني الموضوع ده مازال موجود والموضوع ده يعني الحقيقة يعني بيسرنا جدا يعني مش باقول كده كل شوية والتانية وبرضو فيه ناس معروف عنهم ان هما يعني بيرعوا موضوع اللي يقولك المسلمات الجدد وان هما بيحسوا شباب على ان هما يلفوا على بنات علشان ياسلموهم وبرضو الموضوع ده متساب رغم ان لو واحد وقف بنبز على اول الشارع اي حاجة عن الكنيسة او عن المسيحية بيهقبضوا عليه بتهمة التبشير لكن مسموح للشباب دي انها تلعب على دماغة البنات وتدخل بقصص الحب وتدخل بالكلام ده كله وفي الاخر يكون الموضوع مشروع للاسلم فاعتقد انه برضو محتاجين من الامن انه يهتم بهذا الملف لانه كده كتير بجد فعلا كده كتير الحقيقة ان احنا الوقت خلاص اللي بنسمع عنهم وطبعا اللي ما بنسمعش عنهم وفي الاخر بيكون السيناريوهات كلها سيناريوهات طبعا يعني انه نوع من انواع الاغواء زي ما بنقول وانه بنكرر تاني انه البنت اللي بتكون تحت ال18 سنة وبنقول 18 سنة ده يا جماعة ما ينفعش انه يكون السن القانوني الاسلامة المفروض سن الرجد 21 سنة في كل حتة في العالم يعني او يعني هو ده السن اللي يقدر ياخد فيه قرار اللي يقدر يعني معموما يعني وبنطالب طالبنا بالكلام ده كتير ولكن خلينا نقول كمان ان البنت اللي بتكون تحت 18 سنة ده بيعتبر حتى لو هي ويتقلك انها مشيت مع واحد بمزاجها هذا الشخص بيعتبر انه هو برضو خطفها لانه كان فيه نوع من انواع الاغواء ربنا يرحمنا نصلي من اجل عودة جيني يا رب ونتطمن عليها يوم الاربع ومن اجل برضو كل المختفيات وزي ما بقول يا جماعة صدقوني حالات كتير جدا من اللي بيروحوا والامن يقف معاهم وقولك دي رايحة بمزاجها ويعمل قرارات على اصارها اصار البنات دول ولا زوجة ولا مش عارف ايه انهم محدش يقرب منها لانها رايحة بمزاجها وانه تنتشر شهادات الاسلامة بيرجعوا سانة سنتين تلاتة وبيرجعوا لانهم بيشوفوا ايه اللي هم عرضوا نفسهم ليه فبنصلي من اجل كل بنت انها ترجع لحضن بيتها والحضن المسيحي يا رب كان برضو تنشر عن شاب ابتي كان اسمه اسامة نبيل عوض الله وخمسة عشرين سنة وبعتولنا برضو عشان ننشر عن اختفاقه والحال الحمد لله نشكر ربنا الشاب كان عنده يعني شوية خلافات مع اسرته والحمد لله رجع بالف سلامة من العمرانية الجيسة يعني خلوا بالكو يا جماعة برضو الحاجات دي ان احنا نحاول ان احنا نحتوي ولادنا عشان ما يحصلش حاجة ونعود بقى نبقى قلقانين عليهم مش هارفينهم اما فين فحاولوا من فضلكم نحتوي ولادنا وشبابنا شوية كتن كان فيه برضو خبر تحت عنوان حقيقة حرق سيارة كهن ببني مصدر كنسي رفيع بابرشية بيبة والفشن وسمستا بمحافظة بني سويف قالوا ان كل ما اشيع عن حرق سيارة كهن بحدى الكرة تابعة المركز سمستا عارن تماما عن الصحة وانه لم يتم حرق اي سيارة لاي من رجال الدين المسيحي بالابرشية وانه تم الخلط بين الوقع ووقعت حرق سيارة لمحامي ابتي بنفس القرية وان الموضوع قيد التحقيق من قبل مباحث بني سويف يعني العربية اللي تحرقت عربية محامي ابتي من نفس القرية مش عربية كهن مجددا تأجيل قضية مقتل اسكندر توس طبعا عارفين قصة اسكندر توس واللي هي بتعود الى احداث قرية دلجة بمركز دير مواز محافظة المينيا من عام 2013 وكل شوية كل شوية تتأجل ومش عارفين هترسي على ايه وبجد يعني احنا بنتكلم 2013 ل2019 مش قادرين ناخد حكم فقضية كانت في فيديوهات بتثبت اللي حصل بالنسبة للمقتل القبط اسكندر وحرق ونهب ما نزل اقباط قرية دلجة ربنا موجود في واقع هي الاولى من نوعها قبطية بتحصل على حقها في القرس بالتساوي مع اخوتها الزكور وفقا للشريعة المسيحية وقبل كده كان الخبر ده تكتب من قبل ابطية هودا نصر الله بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ولكن الحقيقة هو كان في تقرير وفيديو عن تفاصيل هذا الامر نسمعوا مع حضراتكم فكان حتى في التقسيمة دي شقة تامي دي شقة رضا دي شقة هودا انت زيك زيهم والدي توفى من كام شعر والاجراء الطبيعي ان احنا بنعمل اعلام مراسا وفقا للشريعة المسيحية اللي هي شريعتي وشريعة اخوتي في مساواة في المعاملة وفي الارث ما بين الزكرة والانسة انا قلت خلص مدام الوقت فيه عندنا دستور وفيه مادة بتسمح لنا ان احنا نطبق شرعيتنا ومدام شرعيتنا لها ليحة مقننة وموزع القرسلية ان احنا ما نستغنم هيش طلبت في اعلام الوراثا ان تم تطبيق مادة ثلاثة من الدستور وتطبيق الشريعة المسيحية المتمثلة في لاحة القبط القرس الزكرة 38 وبالأخاص بالنسبة لحال تنا مادة 245 واخوتي حضروا وجم قدام القادري وقالوا له احنا موفقين فوقت فعلا اعلام الوراثا طالع للذكر بنسعة للألثة مفروض نعمل دعوة بطلان نقول فيها ان هو اعلام الوراثا ده باطل لان القاضي لم يطبق الدستور والقانون وما تطبقش لاحة القبط الأرثوزوكس احنا مسيحيين متحدة من الطايفة قبط أرثوزوكس احنا متردزين وموفقين احنا عندنا الدستور وعندنا القانون دهورك كقاضي تطبيق القانون مش تطبيق قناعتك انت بيحصل كتير من المسيحيين لان اعلام الوراثا بيطلع وفقا للشريعة الاسلامية حملوا اسمة رضائية وبيتم المساواة وفي عدد كتير بيكون شايف ان تطبيق الشريعة الاسلامية بذات الزكور لصالحه فبيقول لا هي بتاع المحكمة طلعت كده في خلاص بشوف كتير البنات ما عندهمش وعي قانوني او مش عندهم سبل هما يروحوا ويدفعوا المحامي عشان يجيب لهم كده فانا قلت اقطع الصوت اوفر به تاعب لناس كتير قوي يعني على اساس انه هو فعلا لو تم اقراره والمبدأ يتطبق يبقى هما من غير كل المتاعب دي يتطبق عليهم المبدأ كنت متخيلا مدين ما فيش اي نتاع واخواتي يعني بتحييها بصراحة بطول انه كده فتحت الباب لأي اسرة مسيحية عندهم المشكلة دي انه هما بعد حقها هي في انه تم يعني زي ما بنقول الاعتماد على الشريعة المسيحية المسيحيين ما عندناش موضوع انه للرجل حق الانسيين فبالتالي دي حاجة كويسة جدا اشتركوا في القناة